مين في نفس ملعب نادي الزمالك؟ لعب الوسط يعني اللغة تمانية وستة لعبها اللي موجودة دلوقتي دي كلهم طيبا بيتعرضوا للانتقادات طيبا كلهم مين فيهم شايفه جيد يكمل مع نادي الزمالك؟ والله يا بص النهاردة كان فيه طاقتا بلعبه يعني ها النهاردة كابتن معتنى زي بقلتلك كده وحب ما يخسرش فحب اتعايد الاخر بهم طبقه اول مجموعة فانزل ثلاثة فرقة طبقه متوضع انا حسيت ان التاتى شكل بعض النهاردة فاكتر ماتش في النهاردة اجي طبقا رؤى زي السيسي زي دونجا بس احسنهم شوية دونجا احسنهم شوية شوية بس مش الديفندر الديفندر مش تامر مش طارق مش الناس اللي كانت بتلعب مش عبو العالة مش الناس اللي كانت موجودة في نادي الزمالك في تقلق الديفندرات يعني انا بتكلم عن طرق حامد من احسن دونجا بالمناسبة شايل واحدة حلوة اول نهاردة اللعب اي كانت موجودة واو اي روق الشاد واحدة حليوة انا بحبه بحبه احبه جدا جدا دونجا من اللعبة كويسة و تظلم طبعا ان دخل في وقت برضو صعب في ناية الزمالك كده مدخلتش مع اللعبه تشيلك اللعبه لي كانت كويسه مشت كلها مرة واحدة بيتكلم على أساسي بيتكلم على مصطفى بيتكلم على طارق يا أبو جبل أن الأولاد دول مشوا حسيت أن الفرقة نزلت ما جبتش حد على نفس المستوى بدأت تشتغل على الناس الموجودة أو الناشئين نجحت معاك تغربت الناشئين فقلت أجربها تاني مع الراجل مع فريرة أنه طلع خمسة ستة سبعة أو تمانية مع بعض فرقوا مع الفرقة لعبت اشتغل وخد الدولة تابعا هاشتغل بقى بكده لا أمر ما كانت كده تنادي الزمالك لازم يكون عندك لعيبة لازم يكون عندك سكواد كويس جدا لعيبة كويسة جدا أي حد يلم يعني لازم يجي النادي ولازم يشتغل على النادي النهاردة مشكلة القدرة مشكلة كبيرة جدا يا أنت شايف أنه كل اللعيبة الوسطة لفنادي الزمالك محتاجين لبلو كده أبغريد يعني تعديل لعيبة جديدة لازم لعيبة جديدة لازم أنا عايزين حلقة الوصل اللي تبقى موجودة من الدفاع والوضوطي بشكل إيجابي معليش النهاردة مطش تلاتة تلعب بهم يدونجة وتقعد نفس القصة ملاقوش موجود بعد فترات رؤى الجمهور يقلب عليه أنا أتكلمك بلغة الشارع والجمهور يقلب عليه فيقعد شوية استنى شوية معتمد حبي عارف أنت اللي هو يدخل أولاد تاني النهاردة بتبص على عبدالله جمعة كان بعيدة فترات طولة جدا بدأ يديله معتمد شطر في الموضوع ده أنه بيبدأ يحفز الناس جدا المدرب الشطر جدا عارف أنه ما يخش جوه نفسية اللعيب هتفرق جدا مع اللعيب المصري تحديدا لو أنا هرجعك تاني لعيبة بعيدة ده أنها هترجع وهقف جنبك وهتشتغل هتطلع كل اللي عنده على عكس النهاردة مدربين أجنبين ما عندهمش أصلا عاطفة أنا هلعب والتاني بره خالص ممكن يمرانك وتاني وراء جون بيحصل قوات كتير جدا على عكس المدرب شطر اختلط بالمدربين كتير جدا نشتغل كذا كذا فدي موجودة عنده أتمنى إن شاء الله يكمل بإذن الله أسألك سؤالة من المطلع في وصل مستني تليفون من نادي الزمالك؟ أكيد أنا قلت على فكرة مليون ألف مرة أنا نادي الزمالك ده اللي عمالني وطبعا طبعا طبعا يعني أنا مش هطي أخير نادي الزمالك على كبير جدا لأنه خلنا اسم كويس خلنا أنا جاعد معك دواتي في برناج وأتكلم معك كمدرب وكلعيب والحمد لله صيب أنت بوعك كويس جدا في النادي مع العمال مع اللعبة مع الموظفين مع الناس في الشارع أنا مش بتاع مش كده أتمنى زمالتلك بكده إن أنا أخدش نادي الزمالك حتى لو أشتغل بأوف نادي الزمالك أنا أحب نادي الزمالك جدا صحيح نادي بتاعي